هذا ما يفهمون الإخوان هذا ليس ذلك الحاجب الذي كنا نعرفه كدربوهوست مثلا ربما تابعتم بعض المقالات في بعض الصحف سواء للصحف الفرنسية أو للصحف المغربية أو للصحف الجزائرية أو تونسية أموهم التي تهتم بالمجال IPTV وخصوصا أن هناك قانون جديد في إيطاليا هذه الدولة التي قدرنا عليها قانون جديد وافق عليه البرلمان في 8 غوشت وافق البرلمان على واحد القانون هذا القانون أحبائي سيكون فيه تغيير يعني مختلف عن القوانين اللي كانت سائرة في إيطاليا وفي أوروبا عامة أنه أي واحد يعني أحصل يشاهد الشيوخ وثبت عليه الأمر فالغرامة 5000 أورو كنت يعطلوا الدبل والدخول المدرسي والله إلى الروين خلي هكا فالإخوان والله 5000 يورو لكل شخص يعني في إيطاليا ولكن الآدها من ذلك على اللي فهمت من المقال لأن المقال كان في تورينت فريك من عند أندي ماكسويل هذا واحد صاحفي مختص في المجال القرصانة وجميع المعلومات اللي كتهم الناس يعني في هذا المجال فالإخوان كان واحد قلق في إيطاليا عندها واحد فحالة نقول واحد ضربة قادمة للمجال دي الـ IPTV بأنهم سيقدروا يوقفوا البروتوكول هذا الشيء ده بلّي كان يعني سيطبقوها في شهر عشرة وهما كانوا سيطبقوها في هذا الشهر هذا اللي هو شهر ثمانية والبداية شهر ثمانية والبداية شهر ثمانية سيطبق هذا النظام أنا سنتقسم معكم المقال ونشوفوا يعني شنو شنو اللي قدر يوقع هذا المشكل أنهم يعني في حال وجدوا التقنيين أو المهندسين هناك لأن هذا إيطاليا نرجع شوية لورل ثلاث سنوات أو سنتين للوراء فإيطاليا من الدول من الدول نشيطة جداً في مكافحة الاي بي تي بي في فيما تلقى اي بي تي بي كبير عرف إيطاليا وراؤها وخير وداليل العملية السابقة اللي كانت في الفين وسبعتاش الفين وسبعتاش البلاك اي بي تي بي كانت موراها إيطاليا فهذا الإيطاليين عندهم القدرة أو عندهم شي فارق خطير جداً في هذا المجال وأنه يقدر يكتشف السيرفير ويوقف ويدرب البروتوكول فالي واقع لأنه عندهم صيغة حسب ما يقال أنه ممكن يوقفوا البروتوكول في إيطاليا لم يكن يخدم سيرفر في موقع حلم على حسب ما يقال وبأنه يحاولوا ويقدروا يتآدوا في هذه البروتوكول لهم قانونيين مثل نتفليكس مثل نتفليكس إذا نجحوهما في هذه العملية فالأخطر أن الدول الأخرى ستنسخ العملية ستقسم معهم المعلومات وهذا ما كان في هذا المقال قبل أن لا نزيد على العموم دائماً يبقى القطة والفار متواصلة فالي كان نرى أنه إذا قلنا البروتوكول قدروا يلقوا له الحلول كل مشكلة حل أكيد لكن القطة الخمسة ألف أورو قد يصعيبها موافقين عليها في البرلمان ويطبقوها ترجمة جوجل نظام الحجم المجنون سيحلوا مشكلة القرصان لكن ليس بعد هذا هو العنوان للماقل أندي ماكسويل في مواجهة تحذيرات لأن بقاء كرة القدم بالدرجة الأولى على المحاك وقع المشرعون في يوليوم القرصان تموز بشكل عاجل وقع المشاركة وقع المشاركة تشريع صارم لمنع خدمة البث التلفزيوني عبر الإنترنت في إيطاليا وفي اليوم الأول من الموسم الجديد هذا الشهر تم تحديد حوالي مئة انتهاك لخدمة القرصان ولكن لم يتم الحضر أي منها ويفقا لمصدر داخلي فإن نظام الحجم المجنون اسمه نظام الحجم المجنون حسنا لا يتسنكم لا يساك بعد الترجمة جوجل سوف نحاول نستقل الكلمة في إيطاليا ليس جاهزا تماما هؤلاء إيطاليا لديهم نظام قلق الحجم ماذا هو؟ سأجلب واحد السيستام واحد الدكاء إصطناعي أو الألغوريثم سأدخلها في الشبكة الإنترنت في إيطاليا في إيطاليا وهذا النظام سيبدأ يكتشف السيرفر سيرفر سيبدأ هذا النظام سيبدأ ليس جاهزا تماما هؤلاء 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 أكتوبر على الأقل ربما في أول شهر عشرة سيبدأ الفيلم شاكين من الصعب أن أحدد عدد المرات التي تنجد فيها صناعة الأفلام والموسيقى والصناعة الرياضية الحقيقة مؤخرة من نهاية العالم هل هو الشيكان ناجم عن القرصنة مداليف قد حدث ذلك ربما لأن أولئك الذين يصدرون التحديثرة عادة ما يكون لديهم أفكار حولها كيف منعها وفي أغلب الأحيان يكمن الحل في التشريعات الجديدة التي تسمح لأصحاب الحقوق بالقيام بشيء لا يسمح به القانون حاليا يمكن أن بين عيشية وضحابة مع فقدان مئة الآلاف على خلف اختفاء الصناعة على الوظائف مهم هم عندهم خسائر الناس مغادين في الخسراء عندهم خسائر كثيرة في إيطاليا فلذلك ثر الإيطالي واخر واخر إخوان والله أنا قد نجاوب عليك جميع التساؤلات مازل الشو يا أخو الله دبا في الواقع أن الناس هذيك بلدان ديمقراطية هذيك بلدان ديمقراطية في رغم القرصنة اللي كانت الإي بي تيفي فهما يقولوا بأننا نجيو نحجبوا الخدمة على الأشخاص أعطها في غام بروتوكول أو نجيو مثلا نتابعوه وفضاء كينا قواني فممكنش يجيو بطريقة يعني مباشرة ويجيو ويعتق لك ويعطيك غارامة لا كينا قواني نغسي مشي معها هنتم عارفين القانون كيف يشغال دبا هما البرلمان غاد يشرع عليهم هذي المرة يدرون مبعو هذا اللي يوقع هذا اللي ما فهمنش الإخوان هذا يعني مشي ديك الحاجب اللي كنا نعرفوا ديال كيدربوهوست مثلا الحاجب اللي بقي دابة إلى يومين هذا كتقوم به الشركة البروفايدر يعني شكوك يقوم به هكي باش العملية كتتم يعني بدل فكرة مثلا سكاي سكاي عندها كتتوب بأنها تقرب بيتها اوكي ماذا تفعل؟ كانت تقدم واحد طالب ربما لحكومة لأن هذا ما مثلا إذا هدرت مع الشركة مثلا يقولوا الاتصالات يقولوا ايه اتصالات اتصالات ايطاليا 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 كومنيكيشن ايطاليا من خلال ذلك ايطاليا كترسل هي الشركة الاتصالات وكتقول لي هاد الهوست هذا هاد اليميل هاد الموقع حجبوا لي ارا ضرني انا كتقوم الشركة الاتصالات بغلق الضومين بكل سهولة يعني هادك الضومين كتعملوا بلاك ليست صاحب اللي كيكونوا كيتفرجوا في GreenDizer.com مثلا سيرفر كي بدأ ب GreenDizer.com الهوست دياله صاحب GreenDizer.com مشا ما يخدمش معهم كي يقفوا كي تكون بلاك ليست صحفي كي يوقف الهوست او ماذا كي يوقع صاحب السيرفر هادك GreenDizer كي بدل السمية كي يعمل سبيدرمان مثلا كي يعطيهم هوست جديد سبيدرمان كي تولي الخدمة عاد هذا هو اللي واقع ماذا يعني إلا وقف لهم السيرفر او وقف لهم نهار ولا يوم ماين على البيض مني تبدله والسلام فهذا هو اللي حاصل حاليا لا سيكون حاجة في شكل مغايرة وانتمنى أن لا تؤثر على الماجاة يونس لا يا يونس لا اسمح لي يونس العلوي وقال لك مع كل احترامي لك إلا أن هذه المعلومات عن الغرامة المالية بتسكية من البرنامج السحعة لها أقصى غرامة هي 1000 يورو لا 5000 يورو هيا مكتوبة هنا أنا لم أردت شيئا من عندي هيا مكتوبة هنا 5000 يورو المغرفة في وسائل الإعلام الإيطالية ومثمانية أدف وسائل الإعلام الإيطالية أقول لا ريبوبليكا لا أعرف ما هو مخالف بأنني نبارتجي معكم في الجريدة هي في الجريدة الإيطالية لا ريبوبليكا ذات إيطاليا أنا لم أجلب شيئا من عندي يا إخوان أنا 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 أتكلم عن هذا الموضوع آية آية 8 دياغوستو دو فيرا نظر الإيطالية الإسبانية عندي معها نقلبوه نحن نشوف لكم الماقال واش فين كي يكملوا الماقال شعج آه آه بعد لاريبوبليكا خاصة أن ينشري الماقال بـ 0.25 أورو و تخربك المهمة الماقال في لاريبوبليكا وعدد الصحف الإيطالية لكن لا يوجد أحد هنا في إيطاليا يؤكد لنا الخبر لا يوجد أحد ألف يورو كانت في حالة هذه ألف يورو وكل واحد يخلص لقد نزل المسكين غير الفيلم غير الفيلم غير الفيلم وقام له ألفين يورو أولا كان نخرج معنا هنا في بيتس مباشر أحد الولد ألفين يورو خلص على الفيلم تورينت المسكين ومدار فيها يعني لا يوجد خاطر ألفين يورو لا يتوقف ولكن أنا أقول لكم ما سيوقع أنا أقول لكم ما الذي سيحصل ما الذي سيحصل هذا النظام قال لك ما عندهم نظام جديد قادر بأن يوقف الـ IPTV في هذه البلد سنرى ما سيقوم وشهر عشر ستجد ولم أقول لك تأخر نقصنا كود وشهر عشر سيتم إطلاقه في إيطاليا إذا نجحت العملية وكانت يعني الجانب الآخر يعني الجانب الآخر أصحاب السيرفيرات غير قادرين على أن يتخطوا هذا الحاجز فهنا أكيد بأن كل الدول ستحضى بهذا النظام وهذا وسيقف نظام IPTV